عملية نبع السلام هي عملية عسكرية تركية أطلقت في أكتوبر لسنة 2019 على شمال شرق سوريا واستهدفت المناطق الخاضعة لنفوذ قوات سوريا الديمقراطية وفقا لرئيس تركي فإن العملية كانت تهدف إلى طرد قوات سوريا الديمقراطية التي تعتبرها تركيا منظمة إرهابية بسبب علاقاتها مع حزب العمال الكردستاني كما كانت تهدف العملية إلى إنشاء منطقة آمنة بعمق 30 كم في شمال سوريا لإعادة توطين اللاجئين السوريين في تركيا وشنت حينها القوات الجوية التركية غارات على البلدات السورية الحدودية وذلك بعد أن بدأت القوات الأمريكية بالانسحاب من شمال شرق سوريا حيث كانت تدعم قصد وصمحت عملية نبع السلام للقوات التركية والقوات التابعة لها بسيطرة على عدة مناطق من محافظات حلب الرقة والحسكة شمال سوريا بعد أيام قليلة من إطلاقها توقفت العملية العسكرية بعدما عقدت أنقرة اتفاقيتين مع الولايات المتحدة وروسيا وتعهدت واشنطن وموسكو في ذلك الحين بابعاد وحدات حماية الشعب الكردية مسافة 30 كم جنوب الحدود التركية